أحوال وأكيد عدد كبير من الفرق يقدروا أنهم يرجعوا لكن لو رجعوا هيترطب على مستوى كنت وقدرات كنت ونتائج كنت فبالتالي النادي الأهلي دائما بيركز على مباراته ونتائجه خلال الفترة اللي جاية طيب خليني نروح سريعا لي زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي واللي كان متواجد في مران اليوم عشان يقول لنا أبرز الأخبار والكواليس يا كريم مساء الخير عليك نفسي أغسر عليك يا زميل أمير كل التحية لي كل مشاهديك طبعا كل جمهور النادي الأهلي أخبارك يا كريم كله تمام كله تماما أمير طمنا 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 جمهور النادي الأهلي على استعدادات لمبارات تقالع الجيش يا كريم الحقيقة أمير يمكن معنوات مختفعة بشكل جيد جدا لكل العيب النادي الأهلي والجهاز الثني للمهاردة التدريب نقدر نقول كان فيه 80% من التدريب مش هنقل جزء ترفيح على قد ما هو كان تحمل كبير جدا أنه ضغط كان كبير في فترة الفاسس وتحديدا كمان مبارات درامت لكل اللاعبة بزلت مجهود كبير فأكيد كان مستر رينيفايلر مع توماس مخبط الأحمال في برنامج توضع العدد من اللاعبين نقدر نقول اللاعبة لشركة في المباراة بشكل كامل كان موضوع لهم نهاردة برنامج نقدر نقول كانت تدريبات خفيفة جدا بعيدا طبعا عن تدريبات البدنية اللي بتكون في بداية المران لكن تدريبات الكرة كانت خفيفة جدا بالنسبة لهم المربعات بسيطة وبعض الكرة الطائرة طبعا بالقدم زي ما متعودين طبعا كل اللاعبة نهاية مع الضغط الكبير بيكون فيه جزء ترفيح بسيط جدا للعبين وأكيد طبعا في النهاية كانت في بعض التصويبات على المرمى الكروسات كانت بسيطة جدا لكن النهاردة يعني إذا نقول تدريب ما كانش فيه واس بكروية ده أو فيه تاكسيك بشكل ببير أو فيه يعني تأسيمة قوية زي ما بنتابع من شوفه كل تدريبات خلال الأيام المواضية ده يمكن ذا زي ما بقول لك عميل راجع على الضغط الكبير مشانون لبعض العجاب تشكي من الأجهات لكن على قد ما أكيد طبعا المجارة الأخيرة كان فيه جوهة الكبير جدا نتزول وانت عارف بدون راحة ناجل أهل المستمر وهايستعد المجارة طبعا الجيش لكن بشكل عامي يعني الكل كان متواجد محمود متوالي عايزة أصممك عليه يمكن إذنه كان أمس بالنسبة للتدريبات الجمعية النهاردة شارك سيب التدريبات الكرة البسيطة اللي كان موضوع زي ما بقولك بالنسبة لخطة الأحمال تومس تحتين الشحات أيضا كمان شاركت جزء بسيط جدا وبعد كده كل اللعيبة دخلت على الجيم اللي أنا بأكد عليهم أن فيه بعض اللعيبة اخسورك يكون في الجيم وجزء بسيط جدا بالنسبة للتدريبات قال يباجي النهارة طبعا يعني اليوم التاني على التوالي بعد سفره كل الإبراء طبعا وإنهاء الأوراق الخاصة دي جوازه لم يتم الإعلان العزيزة أمير لكن من الواضح أن ممكن تكون براءة طلع الجيش مش هيكون متواجد فيها بجي لكن أنا منتظر أكيد بنسبة للساعة القادمة هيكون متواجد غدا بنسبة للتدريب ولا لا لكن من الواضح ومن الرؤية ومن الشكل العام طبعا مع تدريب الأمس التدريب الغد لا يكون آخر تدريب لفريق النهار الأهلي اللي بجي لم يصل حتى هذه اللحظة إلى القاهرة رمضان صبحي بأكد عليه إن شاء الله بإذن الله كل التمينات لرمضان من هو يعود خلال الأيام القادمة للتدريبات الجماعية فيه تحفظ كبير وفيه تآني كبير جدا بنسبة للجهاز التدريب من سلامة الليع بأمين التعرف أهم من أن يكون متوابط في المشاركة رمضان خلاص في المرحلة المهيئية وفي آخر كمان مراحل اللي قال التأييل يعني المباراة طلعها هيكون غايف عنها مباراة المصر هتكون رؤية ريني بايلر ممكن يديره بطاطرة بسيطة جدا في المباراة اللي أتمنان عليه بشكل كامل لأن الاستعانة هتكون كبيرة جدا في المباراة السوبر المتخبة ومنتظرة من كل جمهور النادي الأهلي كل الأمور الحمد لله أمير بشكل مطمئين رامي ربيع النهار دي كان أدى أداء رائعة والنقطة المهمة اللي عايز أكتلم عني حراس المرمى ومايكل مدارب حراس المرمى يعني مستوى الشناو الكبير وأداء الرائع ده بيقود طبعا لتقلق الشناو في تدريباته واجتهاده ولكن يعني مش عايزين ننكر دور مايكل مدارب حراس المرمى اللي بيحاول أن هو يقوم بتدريبات جديدة بنتابع بنشوف أمير تدريبات جديدة في حراسة المرمى السرعة رد الفعل دي بتيجي من التدريبات حاجات كلها فيها تقنية وفيها علم بشكل كبير جدا كل الحراس الحمد لله يعني إكرامي وعلى رصة من قدر المصطفى الشغير لكل بيبدأ بشكل كبير لكن أنا بخص الشناوي لتركيزه الكبير وأداء الرائع وسرعة رد الفعل الرائع والمماذج جدا اللي راجع ليه مايكل مدارب حراس المرمى الخاص بيه اللي نادئ الأهلي اللي بيتعامل بشكل نفسي بدل دهني كل الأمور الحمد لله بيقدر أنه هو يتعامل مع العيبة العيبة كلها بتحبه وده كمان أيضا كمان لمستر إلي بايلر الحمد لله يعني ده الجهاز المتواجد في النادئ الأهلي في الفترة دي جهاز رائع ومماذج جدا نقدر يوصل للعيبة بشكل كبير في أقرب وقت ولسه كمان منتظرين من المزيد مع العيبة النادي الأهلي إن شاء الله وبإذن الله مجرد طلعك بشكل عادة يستمر النادي الأهلي في الانتصار وفي الأداء وفي ساعة كل جمهور النادي الأهلي حتى مجرد تساندون بالأكيد بنتظر كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية لكل كواليس مران اليوم تحديدا مران النادي الأهلي